هنا بمنطقة الحاجب تحدى الشاف أدعى الطار الطبيع وأنجز مزرعة خاصة بتفريخ الأسماك وإنتاجها بمختلف الأشكال والأنواع الفكرة هي يربوا الفلاحين في البسانات تاهم ولا في الأحواض السقي يربوا الأسماك والأسماك هذه تنتج مخلفات مخلفات هذه تستفاد منها المزرعات تستفاد منها وكاسمات طبيعي هذه الخاصية الأولى الخاصية الثانية بعد ستة أشهر من تربية نستفادوا كأسماك أسماك للاستهلاك هنا الفلاحين تاهم جيراننا هذم ما عدوش يدون من الماء من الفراش عدو يدون من المياه هذه وتجربة إن شاء الله إحنا جربنا هنا زراعة القمح والأخر مردودية زادت الحمد لله ومزالت تمرو الحواجب ممكن في الخريفة تباني المردودية وإن شاء الله باستعمال مياه الأحواظ المربات فيها الأسماك مشروع فؤاد حول منطقة الزبان إلى سوق وعد للأسماك ينفس وليات الشمال أسماك الزينة كانت تستورد فيها الجزائر من ماليزيا من اللاشين من قدهن دولة نحن نربوها بحكم تجربة تلابيا نحن نحاول أن نستثمروا فيها ونوفروا أسماك الزينة للوطن حتى نقصوا فتل الاستيراد هي الفكرة كانت منتشرة في ولاية شمال أكثر من بسكرة بسكرة هذا وين الحقنا؟ بحكم هناك يبدأينا بعد الاستيزراع كانوا يجونا من ولايات كما السمال الفات جاءوا من بجاية اللي قبلها جاءوا من سكيكدا من الغرب الثاني وشي في بسكرة هذا وين بدأت تنتشر بشوية بشوية وإن شاء الله الفلاحين يخذوها بعين الاعتبار ويستثمروا فيها عندما تجتمع الإرادة مع الشغف لن تقف حتى الطبيعة في وجه الإبداع